لأن احنا النهاردة بقلنا أكتر من جلسة وإحنا كان يمكن من يوم 26 إبريل 2022 حصل دعوة من فخامة الرئيس بأنه يتعامل حاجة اسمها الحوار الوطني وإعادة تفعيل للجنة العفو الرئاسي وبدأ الحوار الوطني تم تشكيل مجلس أمنا قاعدوا يشتغلوا تقريبا لمدة سنة ثم بعد هذا العام بدأنا فيه الجلسات بتاعة الحوار على اختلاف ألوانه ومناحيه المختلفة من لجان ولجان نوعية وما إلى ذلك هنا هرحب أولا بالأسيزة فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من ورانا ده أولا وبادئ زي بدئ كده اتنين احنا يمكن النهاردة عايزين نقعد نتكلم شوية على حرية تداول المعلومات بس وانا بتكلم عليها هيفضل طول الوقت موجود عندي في الزهن وفي العقل الواعي واللاواعي أنه كان استحالة هيبقى فيه شيء شبه الحوار الوطني لو الإخوان كانوا لازالوا رابضين على صدور المواطنين وصدر هذا الوطن استحالة كنا هنتكلم على حرية تداول المعلومات والإخوان موجودين في الحياة أصلا جوه جمهورة مصر العربية استحالة كنا هنقدر نوصل للقاعدة اللي احنا قاعدنا النهاردة دي ونمشي في الشارع ووصولا إلى هذا المبنى العظيم والإخوان موجودين في أو برا ولا أنا غلطان طبعا في البداية حضرتك كنت أشارتي لأن طبعا إطلاق الحوار الوطني كان بالتحديد في إبريل لعشرين اتنين وعشرين الدعوة الرئاسية لحوار سياسي يضم كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني وطبعا الأولويات بترسم ملامحها الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات حول أولويات العمل الوطني وملامح الجمهورية الجديدة بحضور كافة القوى السياسية حركة تبعت أن هذا الكلام تحول إلى أرض الواقع من خلال الجلسات التي انعقدت في الحوار الوطني وكانت بمشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية الجميع بيعبر عن رأيه بشكل واضح ويعني بنستمع إلى كافة الأراء وكافة التخصصات والاختلافات السياسية بكافة أنواع طبعا رسم ملامح أو خريطة أولويات العمل الوطني تحددها في ظل التحديات اللي العالم بيشهدها طبعا الدعوة اللي أطلقت يعني كانت قبل عام من التحديات الكبرى اللي بيشهدها العالم لكن أما وإنه طبعا حدث مستجدات في العالم ونحن جزء من هذا العالم بنتكلم على خريطة عالمية جديدة تتشكل بنتكلم على أن هذه الخريطة السياسية الجديدة التي تتشكل والتي تؤثر يعني بنتأثر بها وتؤثر في العالم كله هينتج عنها طبعا نظام عالمي جديد بنتكلم على خريطة يعني قد يكون هناك نظام اقتصادي جديد وبالتالي الحوار الوطني حينما تمت الدعوة إليه لم نكن نشهد كل هذه التحديات اللي بيمر بها العالم الآن بنشر التحديات الجديدة بتغير ملامح الخريطة العالمية